قامت فعاليات المجتمع المدني في مدينة عين مليلة ولاية أم البواقي أيضا بمبادرة تمثلة في جمع وتوزيع 3000 قف تضامنية على العافيات المعوزة من مختلف المعوزة الغذائية بعد حملة أطلقتها لجمع التبرعات ساهم فيها العديد من تجار المدينة التغطية كانت لرشيد مقدم أبت إلا أنت تضع برنامج في ظل تدعيات وباء كورونا يمس بعض الموناتق وبعض الأرقاف يعني تقطعت بهم السبول نحن حصينا بعض العائلات يعني الإحصاء الدقيقي جدا حولنا نقف على بعض الحالات جتنا جمعية الإرشاد من بلدية الظلعة نحن نسكن في الدوار مشت عرقوب الطين جاءونا الحمد لله نعطلنا جابونا كما جابونا يعني مواد دكة غذائية جابونا نعطلنا جابونا المعقم كيفاهي نعطلنا نحافظ على روحنا وحافظ على صحتنا كله وربية رفع البلاع لنا إن شاء الله وبالتنصيق مع مدرية النشاط الاجتماعي والتضامن قمنا بتوزيع بعض الإعانات المختلفة خاصة في هذا الظرف بالثلاثة المربع في الولاد ونحن إن شاء الله دائما في الميدان نحاول دائما نستهدفل العائلات المعوزة خصوصا على مستوى المشاتي وعلى مستوى المناطق النائية